نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن صدور قرار بإقامة صلاة الترويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بإقامة صلاة الترويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها مشددة على أنه تم السماح بإقامة صلاة الترويح خلال شهر رمضان المقبل على النحو الذي تمت به في العام الماضي بحيث تكون مدتها في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة